السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض تاني تحليل من تحليل كسم الهيماتولوجي. كنا اخدنا تحليل لفصائل الدم معامل ريسوس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تحليل او صورة الدم الكاملة. او كل دي اسماء لنفس التحليل. آآ طيب من اسم التحليل كده هلاقي يعني انا بعمل عد آآ كامل او عد كلي للدم. هو ايه هو الدم اصلا? ايه هو البلد? كنا اخدنا قبل كده في المحاضرات ان البلد مكون من آآ كزا حاجة. زي ايه? آآ قلنا ان البلد لو انا قلبت يعني لو انا سحبت آآ على التحليل ده بيتسحب على تمام? آآ لو سحبت على آآ اللي هو ما انا هنتقلط العينة كده العينة اصبح اسمها ده هو الدم الكلي. تمام? آآ بعد كده الدم الكل ده بيبقى مخلوط في الويت بلاد سيلز والارب سيز والبلاد سيلز والبلازما وكل المكونات بتاع الدم تبقى مخلوطة مع بعض. آآ ده بالنسبة ليه مكونات الدم. انا بعمل عد كلي لمكونات الدم دي. طيب هعمل عد الايه? آآ بالعقل لو انا جيت بسيط هلاقي لما انا اجي عمل عد ممكن اعمل عد ليه اللي هي كرات الدم البيضة. ممكن اعمل عد لي اللي هي كرات الدم الحمراء. ممكن اعمل عد لي اللي هي الصفايح. آآ هل في ان انا هعمل التحليل ده بيشمل حاجة للبلازما? لأ. لان احنا عارفنا ان احنا مما نعوز نعمل حاجة للبلازما هنعملها بتحليل تاني. البلازمة مليانة كل حاجة زي ما احنا عارفنا قبل كده. البلازمة فيها كل الهورمونز والفايتامينز والآآ وكل الحاجات اللي انا ممكن اقسها موجودة في البلازمة. فطبعا انا مش هقدر اعمل كل الحاجات دي في تحليل واحد انا اللي يهمني اللي هي الحاجات المهمة اللي احتاج ها مني من التحليل ده. ده بالنسبة للحاجات اللي انا بقسها في تحليل صورة الدم الكاملة. طيب دلوقتي انا قدامي بتاع دي نتيجة تحليل سي بي سي. آآ هشترح لكم النتيجة علشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه? احنا النهاردة بس بناخد زي كده ما عملنا فيه هناخد نظرة عن التحليل كله. ايه هي البرام ترسل فيه وازاي ونعرف ايه كل مسامة كل حاجات واسمتهم. بعد كده هنتلطى احنا مشتاعة عليها. زي زي النزام اللي احنا ماشينا عليه. بحيث تبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه? وماتهوش في حتة معاين. تمام? دلوقتي نتيجة سي بي سي. آآ طبعا اول حاجة عندنا فيها بتكون الهيموجلوين. آآ الهيموجلوين بعد كده مي سي اتش. بعد كده اممسي ايتش اتش سي. آآ اممسي اتش يعني الغد النوعي بتاع كرات الدم البيضة. كرات الدم البيضة في منها انواع. خمس انواع. تمام? بيتلرك نسبة كل نوع. وده برضه هنتعلمه بزي. تمام? بلاقي عندي اول حاجة. ومتقسمة في منها نوعين. بعد كده عندي كل دي خمس انواع بتوع كرات الدم البيضة. تمام? يبقى انا كده عرفت تقسيمة التحليل بتاعي. عندي شوية حاجات اللي هما والهيموغلوبن والهيماتوكريت والم سي في والم سي اتش والم سي اتش سي والر دي وكل دي حاجات خاصة بكرة الدم الحمرة. بكرة الدم الحمرة. نركز في الحتة دي. كل الحاجات دي خاصة بكرة الدم الحمرة. بقى كده لقى عند دي الصفايح. برضه معاها كزا آآ برامترز بس مش مكتوبين في التحليل ده. بس هناخدهم في مكتوبين احيانا في تاني. بس دي الحاجات الاساسية اللي بنلاقيها في اي تحليل. لازم نبقى عارفين كل حاجة فيهم بتتكلم عن ايه عشان اعرف وقدر اقرى التحليل. بعد كده هلاقي عندي كرات الدم البيضة. ولاقي بعضيها اللي هي العد النوعي بتاعها. يعني عندي شوية حاجات خاصة بالاربسيز. شوية حاجات خاصة بالبليتلس. شوية حاجات خاصة بالويت بسيز. واول حاجة بفوق عندي اللي هيموغلوبن. ده تابعة الاربسيز. اه بعد كده بلاقي عندي في الاخر تحت شوية الكلام كده مكتوبين. ده بتاع السي بي سي. بكتب كومنت على النتيجة بتاعتي. الكومنت ده مهم جدا 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 جدا. ده مهم جدا. فلازم ابقى اوخد بالي. طبعا دي الحاجات اللي احنا هندرسها في السي بي سي او. اه ده التحليل من بعيد وده شكل نتيجة. عايزين بقى نعرف كل حاجة من دول بتدل على ايه? يعني ايه المسمى بتاعها? تمام? بعد كده هنفيدنا نقطع التحليل ونشتغل عليه جزء جزء. اه اول حاجة عندنا الهيموغلوبين او الاتش بي او الاتش بي جي. اه كل دول مسميات للهيموغلوبين. تمام? ايه هو الهيموغلوبين? يعني لما حد ما سب يقول اعمل لي تحت الانيمية. او ده الهيموغلوبين. تمام? اه بس هنعرف بالزبط بعد كده يعني حاجات تانية هتعرفوا ان الانيمية انواع وانها مش نوع واحد وان السي بي سي ده ما تلعش ان في انايمية او لا او لازم نحتمد على تحليل تانية وحاجات تلك ده. لكن خدنا دلوقتي نعرف ان الهيموغلوبين ده مكون من مكونات صورة الدم زي ما احنا شفنا في الريبرت. اه الهيموغلوبين بيبقى موجود اه داخل كرات الدم الحمرة. ده بيبقى اه جزء بروتين جلوغلين ومحاط بي اه جزئات الحديد. ووظفته ان هو بيحمل الاكسوجين لاعضاء الجسم المختلفة. بعد كده ناخده بالتفصيل. ولكن ده بس بنعرف المسميات بتاعة كل حاجة. تاني حاجة عندنا وهي او الريد بلاد سيلت دي بتبقى عبارة عن كرات الدم الحمرة. وده برضو مكون من مكونات التحليل بتاع الكمبيلت ده تكون او تحليل صورة الدم زي ما احنا شفنا في الريبرت. وده برضو بيبقى ليها بره مترز كتير بنقسها عليها وليها حاجات كتاب نشتغلها ومهمة جدا 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 في التحليل ما ينفعش ان احنا نحملها. اه طبعا بيبقى ليها طريقة في العد وليها طريقة في الشغل. ولكن احنا بس كل دلوقتي اللي عايزين نعرفون هي مكون من مكونات التحليل بتاعي. بس بالمرة الجاة ان شاء الله في المحاضرة الجاة هنشرح كل حاجة بالتفصيل. بعد كده عندي الهيماتوكريت او الاتش سي تي او البي سي في او الباكت سيل فوليام. كل دي اسماء لنفس الحاجة. تمام? زي ما احنا شونا فيه برضو الريبرت. ايه هي بقى الكلام ده? وهل في فرق ما بين الهيماتوكريت والبي سي في فرق بس في طريقة حسابهم. يعني طريقة حسابهم مختلفة. لكن نفس الرقم يعني ما بدوني نفس الناتج بس طريقة اللي مختلفة. طيب ايه هي بقى? قالك دي عبارة عن نسبة اللي موجودة في العينة بتاعتي لنسبة البلازمة. مش انا لو عندي عينة وفصلتها في السنترفيوج هتطلع لي بلازمة فوق واربسيز تحت. دي بقى نسبة للبلازمة. وبتتحسب برضو بطريقة معينة. وليها طريقة شغل عملي بنعملها. بنطلع منها نسبة الهيماتوكريت ده. آآ هناخدها برضو في العمل ان شاء الله. آآ ولكن كل ما طلوب منك دولات هتعرفوا انها نسبة الاربسيز لنسبة البلازمة. آآ رابح حاجة عندنا الام سي في او المين سيل فوليوم. ايه هو المين سيل فوليوم او الام سي في ده متوسط حجم كرة الدم الحمرة. انا قلت طبعا ان انا اخد كرة الدم الحمرة. وليها شوية برامتاز انا بعملهم بلات. يبقى انا عند الام سي في ده متوسط حجم كرة الدم الحمرة. تمام? آآ طيب. قالك الام سي في لو اعالي من تمانين بيبقى مايكرو سيتك. بيبقى اسمها مايكرو سيتك. لو هي حجمها طبيعي من تمانين لم يبقى لها نورمو سيتك. لو هي اكبر من الطبيع اكبر من مية بيقول لها ماكرو سيتك. ده السايز بتاعها. تمام? آآ دي بقسها ازاي? بيبقى لها طريقة في الاياس. لو انا هشتغل مانوال بيبقى لها طريقة بالمعادلات. لو انا هشتغل على جهاز السي بسي هو بيعد بيبقى هو بيقسلي ايه الكتر بتاعها وبعرف بيقسلي بتاعها او الحجم بتاعها وبعرف المتوسط حجم الخلية عاملة ازاي? آآ ده بالنسبة ليه الشغل بتاعها. آآ بعد كده عندي آآ عندي المين الام سي اتش رقم خمسة او المين كورباسكولر هيموجلومي. يعني ايه? يعني معدل وزن كمية الهيموجلوين في كرة الدم الحامرة. انا كرة الدم الحامرة عندي عايز اعرف المعدل بتاع وزن الهيموجلوين جواه. تمام? بيتحسب ازاي? بتتحسب بمعادلة. مش عايزكم تركزوا في المعادلة. انا اخد الكلام ده تاني بالتفصيل. آآ بس انا بجيب لكم مثال انها بتتحسب بالمعادلة. تمام? آآ عرفناها ان دي بتبقى معدل وزن او آآ كمية الهيموجلوين في كرة الدم الحامرة. سادس حاجة عندي وهي الام سي اتش سي اللي هي يعني متوسط تركيز الهيموجلوين في كرة الدم الحامرة. متوسط التانية كانت معدل. مستقبطوش بن دي وبن دي. التانية كانت معدل الوزن. دي متوسط التركيز. متوسط التركيز الهيموجلوين. جوه كرة الدم الحامرة. احنا كل دي لسه بنتكلم عن كرة الدم الحامرة. لسه مخرجناش منها. احنا قلنا فيه شوية هي الاربسيز وصحابها. لسه مخرجناش برا الاربسيز. رقم سابع عندنا وهي الار دي تابيو او الريد بلوت سيل دستريبيوشن وايتس. يعني ايه? يعني التوزيع بتاع كرات الدم الحامرة في الوريد او العين. توزيعها عامل ازاي? هل توزيع منتظم? ولا توزيع عامل ازاي? اه زي ما نتو شايفين في الكريف اللي قدامي ده كده. ودي برضه بتساعدني في حاجات كتير. هنعرفها بعدين. اه ولكن اللي منتلوقتي برضه تعرفه ان الار دي تابيو دي اللي هي توزيع كرات الدم الحامرة بالعينة او بالوريد بتاعي. او في الجسم عموما يعني. هي دي اللي بتبقى التوزيع بتاع الاربسيز بتاعتي. اه كده احنا خلصنا موضوع الاربسيز وصحابها اللي موجودين اه اللي هي البرامنت راتب بتاعتها لها. هندخل دلوقتي على مكون تاني وهو او الصفاح الدموية. ودي طبعا احنا عارفين وزيفتها بتبقى مسؤولة عن عملية التجلط للدم لما بيحصل جرح او سحي دم او نزيل او اي حال. هي اللي بتبقى مسؤولة عن عملية التجلط. اه زي ما كان عندي اه برامنت راتخصة بالاربسيز اللي هم اصحابها. برضه عندي برامنت راتخصة بالبليتلت اللي هم اصحابها. ايه هي? رقم تسعة عندي الام بي في. او الميم بليتلت فوليوم. زي كده الام سي في. بس دي ام بي في. تمام? اه ام بي اللي هي متوسط حجم الصفاح الدموية. رقم عشرة عند البي دابيو دي. اللي هي توزية والصفاح الدموية. اه بعد كده عندي البي سي تي. دي حجم يعني اياس الحجم اللي بتشغله الصفاح دي في الدم. بتشغل حجم قد ايه? هي دي البي سي تي. طبعا الكلام دي ليه معادلات بتتحسب منه وليه طرق في الشغل. طبعا هنعرف كل الكلام ده بالتفصيل. اه في المحاضرات الجاية ولكن دلوقتي زي ما قلنا احنا بنعرف بس مصطلحات عشان لما نجي نتكلم بعد كده نبقى فاهمين احنا بنتكلم على ايه. اه بعد ما خلصنا وصحابها وصحابها هنخش دلوقتي على اللي هي كرات الدم البيضى وصحابها. طيب اه ايه اهمية اصلا كرات دم البيضى في التحليل لسولة الدم? مهمة جدا 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 في التشخيص. وانا قلت لك في اول الفيديو انها ممكن تطلب لوحدها من اهميتها يعني احيانا في في الزايدة مسلا لما حد يبقى عنده زايدة بتزيد بتاعها يعني النورمال بتاعها. اه فده بيخلي الدكاترة يطلبوها كحاجة منفصلة عن تحليل السي بسي لو شكوا ان في زايدة. تمام? مهمة جدا. طيب الوايد بسيس دي فيه منها انواع. يعني انا بعدها بطلع عددها تمام. بعد كده بقى بطلع اللي هو بتاعها. زي ما انا اوردكو كده كان تحت فيه اللي هي نسب اللي هي الخلاية بتاعة كراصة دم البيضى. طيب ايه هي الانواع ها? خمس انواع. مونوسايتس. لينفوسايتس. زينوفيلز. بازوفيلز. نيترو فيلز. دول خمس انواع الكواس الدم البيضى هنتكلم عليهم بالتفصيل الممل لان كل حاجة فيهم ليها دلالة. كل حاجة لما تزيد في مشكلة. لما تقل في مشكلة. وهي كزا. برضو بتنستخدمها في التشخيص. يعني في خلاية بتزيد في حاجة مغينة. حاجات تانية بتقل في امراض مغينة. فبنستخدمها في التشخيص. اه بعد كده هنتكلم عن اه بلوت فيلم. ايه هو البلوت فيلم? زي ما انتم شايفين قدامه كده. ده البلوت فيلم. اه بجيب الدم وبسبغه بسبغه معينة. هنعرفها برضو هنعمل لها اه شغل عمل ان شاء الله. اه بجيب الدم وبسبغه وبسبغة معينة وبطريقة معينة كده. وبعمله على سلايد. وبعدين بشوفه تحت الميكروسكوب. بلاقي بيزهر له الشكل ده. الفلد من تحت فيه الحاجات اللي هي الحامرة دي. دي الاربسيز. بلاقي عندي الكورة الصغيرة قوي دي. اسمها اللي هي الصفايح. بلاقي عندي بقى الحاجات الكبيرة اللي هي زهرة قدامي دي البنافسيجي دي. اه دي اللي هي الخمس انواع بتوع اه قرات قدام البيضة. ده البيبسيز. تمام? بقى انا عندي التلات مكونات موجودين في الفلد بتاعي. ده بيساعدني في ايه? بيساعدني في حاجة كتير جدا. بيساعدني طبعا في التشخيص. يعني بيساعدني في كزا حاجة. تمام? اه دلوقتي بشوف الاشكال بتاعت كورات الدم البيضة بنفس الشكل داكت. طبعا في اشكال بتبقى المورفولوج بتاعتها او التكوين بتاعها او الشكل بتاعها مش اللي معروف. فدي احيانا بتبقى مثلا خلايا سرطانية او خلايا معينة بتدل على مرض معين فدي اهمية البلوت فيلم بالنسبة لي. ان انا بشوف المورفولوجي والحاجات دي. اه بعد كده عندي بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني عايز اقول ان في ناس بتعمل التحليل ومش عارفة معناها ايه. تمام? فلازم نعرفها. او وقابل الديفرينجي. فيه حاجة اسمها ابسوليوت كونت. 결籍 ايه الابسوليوت كونت? دي بلاقي ان في ارتفاع في نوع من انواع كورات الدم البيضة اللي احنا قلنا عليها لهم الخمس انواع مع ارتفاع في العدد الكل بتاع كورات الدم البيضة. يعني مثلا بلاقي العدد بتاع كورات الدم البيضة هيو الطبيع النورمال بتاعهم من اربعة لocado احداشر. تمام؟ بلاقي انا مسلا بقى هو ايه ١٣٤ ا٤٤ . وبرضو بلاقي في نوع من الانواع بتاعة الكرات ضم البيضة نوع من الانواع الخمسة عالي. ده معناه الافسليوت كوينت عالي. طيب بقى بلاقى ان فيه نوع من انواع كرات ضم البيضة عالي بس العدد الكلي بتاعة الوايت بسيز او بتاع كرات ضم البيضة اللي هو من اربعة على احد عشر بلاقي ايه مثلا خمسة ستة بلاقي طبيعي. فمعنى كده ان هو آآ دي بنسميه طب دي بتفيد في ايه? بتفيد من ما بكتب الكمنت وانا بكتب الكومنت اللي انا قلت لكم عليه في الاول في التحليل بتفيدني. بشوف الاركام اللي عالية وبنانا عليها بكتب الكومنت عليها. دي طبعا حاجة مهمة جدا. ما ينفعش ان انا بكتب كومنت وانا مش عارف يعني ايه ابسليوت كاونت واللاتف كاونت. وايه اللي هكتب الكومنت هو غلط. ولو كتبت الكومنت غلط انا ضيعة تعبي في الشغل. وضيعة تعبي في الكل حاجة انا عملتها في التحليل. ويعتبر الدكتور اللي هيرى التحليل هيعرف ان انا مش فاهم وبنان عليه هبقى انا ما عملتش حاجة. وازية المريض مش في التوم. اخر حاجة عندنا في التحليل بتاعنا بلاقي اخر حاجة مكتوب كلام تحت كومنت على بعد يعني بلاقي كلام مكتوب. ايه هو الكلام? وبيدل على ايه? الكلام ده بقى ملخص اللي انت عملته في التحليل. بقول له في ده كاترة ما بتبصش على الارقام بس بتبص على عشان ننجز يعني. هو في ناس كده. في ناس ببصوا على ارقام. ولكن برضو في ناس ببص على الارقام وبصوا على كومنت. لازم يبقى كاتب كومنت محترم. كومنت بوصف فيه اللي انا عملته في التحليل. بقول له ان انا فاهم. بقول له في كذا كذا كذا. نوع الانيميا. مش نوع الانيميا بالزبط. ان في تحليل ثانية بتحدي نوع الاoneyميا. ولكن بقول له يعني باديière مؤشرات كده عن احتمال تكون نوع الانيميا كذا. طيب فيه كورط ده البيضة عالية طب قليلة طيب الصفاح عالية قليلة طب مش عارف كده الحاجات اللي هي في التحليل انا بوصفها له. ليه? عشان لما يجي يرى يبقى فاهم ان الكومنت متوافق مع الاركام. التحليل مليئ اركام كتير جدا. لازم الكومنت يبقى صح عشان تبقى الاركام ماشية مع الكومنت. ابقى انا كده عامل التحليل مصبوط. آآ ده نسبة للمحاضرة ده. آآ اتمنى انها يكون كانت سهلة. ذاكروها كويس. وانتظر المحاضرة الجاية ان شاء الله. هنبدأ بقى نقطع في التحليل ونشتغل عليه حتة حتة. هنشتغل على والهيموجلوبين والحاجات دي. وبعد كده هنخش على الصفاح وقرات الضم البيضة. وبعد كده هنخش على كومنت والشغل العملي. آآ التحليل بسيط ولكن محتاج تركيز. ومن اهم التحليل اللي ممكن تشوفوها آآ في كل التحليل وفي كل الكورس اللي احنا هناخده.